على صعيد التنموي في اليمن دشنت هيئة الهلال الأحمر اليوم العمل في المشروع الحادي عشر ضمن مبادرات أم الإمارات والتي يتضمن تأهيل المكتب الوطنية في مدينة كريتر بمحافظة عدن والتي تعتبر أقدم المكتبة الوطنية في اليمن المكتبة الوطنية هذه المكتبة الثقافية العامة التي افتتحت عام 1982 والتي كانت مهدا لكل قارئ شقوف بالإطلاع والمعرفة وملجأ وحيد للدارسين والطلاب ومذقف المدينة تعرضت هذه المكتبة كغيرها من المرافق الحكومية للتدمير والنهب الكامل بسبب الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيات الإنقلاب على عدن واليوم دشنت مرحلة إعادة تأهيل المكتبة بدعم من مشاريع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات في إطار مشروعها الإنساني الكبير في اليمن النظر حقر الأساس لإعادة ترميم وافتتاح المكتبة الوطنية بعدن هذا الصرح الثقافي الحضاري المدني الهام وبدأ بذء أن نوجه الشكر القزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة ستشمل عملية التأهيل ترميم وصيانة قاعات حفظ الكتب والقاعات الرئيسية للقراءة وقاعة المعارض والقاعة الإلكترونية كما سيتم توفير الآثات والمعدات الخاصة وقيرها عادة تأهيل المكتبة بالكامل من حيث ترميم البنية الإنشائية والبنية التجهيزية للأثاث والبنية الأثاث كل هذه سوف تقوم جمعية أم الإمارات بتزويدها للمكتبة يذكر أن مشاريع دولة الإمارات لازالت متواصلة في مختلف المجالات الحيوية والاجتماعية والثقافية حيث يشكل هذا الدعم تجسيدا صادقا لمعاني الأخوة والعروبة تنوعت إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في كل مناحي حياة الإنسان هنا وها هي مشاريع سمو الشيخة فاطمة بنت مباركة تستهدف بعطائها السخي تعزيز وأحياء الموروث الثقافي لهذه المدينة الأبية عماد حيدرة لأخبار الدار عدن